الرئيس السيسي يوجه بخروج مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة حتى الخامسة مساء لاستقبال طلبات التصالة الأوقاف تؤكد أن اجتماع أي مرشح في الانتخابات بالناس في المساجد غير مسموح به الواحدة ظهرا في القاهرة مجز الأخبار من تلفزيون النهر أهلا بكم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي أمس مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزيرة الإسكان لاستعرض مشروعات تنمية السحل الشمالي الغربي لمصر كما اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان وعدد من المسؤولين لاستعراض الموقف التنفيذي لخطط وجهود تطوير المناطق السكنية العشوائية وغير الأمنة في محيط محافظة القاهرة المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعرض مشروعات تنمية السحل الشمالي الغربي لمصر والاستغلال الأمثل لأراضيه بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة وقد اطلع سيد الرئيس على تطورات التخطيط العمراني لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية منها مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في محيط جبلي موسى وسانت كاترين حيث وجه سيادته في هذا الإطار بالتنصيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقاومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها المنطقة ولخروج المشروع على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر كما قامت السيدة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع باستعرض تطورات تفعيل صندوق مصر السيادي واستراتيجية عمله التي تقوم بالأساس على توفير فرص استثمارية إضافية للاستثمار المباشر بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة ودفع معدلات النمو الاقتصادي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتغطيط العمراني واللواء أركان حرب إيها بالفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لخطط وجهود تطوير المناطق السكنية العشوائية وغير الأمنة في محيط محافظة القاهرة حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود ومراحل المشروعات العمرانية لتطوير تلك المناطق بالاتجاهات الجغرافية المختلفة حول محافظة القاهرة ورفع مستوها من كافة الجوانب الهندسية والتنظيمية والبيئية موجها سيادته في هذا الصدد باستمرار تلك الجهود بهدف تغيير واقع تلك المناطق وتوفير السكن اللائق للمواطنين والارتقاء بمجمل أحوالهم المعيشية والإنسانية تأسيسا على التجارب الرائدة الناجحة التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار على مستوى كافة محافظات الجمهورية كما عارد السيد وزير الإسكن مستجدات مخطط تطوير القاهرة التاريخية خاصة بمنطقتين الفسطات ومحيط مطحف الحضارة حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضري وسياحي بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية أضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عرضا لواء أركان حرب إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة وكذا بالامتداد المستقبلي للاستثمار في المنطقة حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإلاء الاهتمام اللازم للتنسيق الحضري للمدينة والخدمات المختلفة بها بما يتسق مع الموقع السياحي المتفردي للمنطقة صرح وزير والإسكان الدكتور عاصم الجزار بأنه تقرر مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزات المدن الجديدة حتى الساعة الخمسة مساء للتيسير على المواطنين في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وكذلك استمرار العمل يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الثالثة عصرا لاستقبال الطلبات حتى يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من الشهر الجاري صرح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بأن العمل في المساجد في ظل ظروف الراهنة يقتصر على أداء الصلاة سواء الصلوات الخمسة أو صلاة الجمعة مع اتباع الضوابط الإجرائية والتباعدة الاجتماعية كما تحذر الأوقاف من أي محاولة لاستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة فاكتماع أي مرشح بالنسي في المسجد تحت أي شكل غير مقبول ولا مسموح به أعلنت وزارة الصحة والسكان أمسى عن خروج 866 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 895 ألف وثني وثلاثين حالة وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية للفيروس كما لفتت الوزارة إلى وفاة 20 حالة جديدة تفقدت وزيرة التعاون الدولي راني المشاط خلال زيارتها لمحافظة الأقصر التي اختتمت أمس مدرسة الفتاتيح الذكية ذات الفصل الواحد بمركز الطود وقالت وزيرة التعاون الدولي برنامج الأغذية العالمية يدعم هذه المدارس من خلال حزمة شاملة من الأنشطة التعليمية والتوعوية وأضافت أنه حتى الآن تم تتشين 57 مدرسة في سبع محافظات ومن المستهدف تتشين 1300 مركز اجتماعي خلال عام 2021 أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا شاملة إنفوغرافات تصلت الضوء على عدد من أهم الإنجازات التي تحققت في فترة مواجهة التدعيات الاقتصادية لأزمة كورونا واستعرض التقدير عددا من المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت أن قيمة طلبات الشراء التي جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية بقيمة 5 مليارات دولار قد بلغت 22 مليار دولار في مايو من 2020 كما تم زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 15.4% لتصل إلى 1672 شركة ومنشآة وأظهر التقرير أيضا تراجع العجز الكلية إلى 7.8% كنسبة من النتج المحلي الإجمالي وفقا لبيان ختامي مبدئي عام 2019-2020 وبشأن قطاع الزراعة رصد التقرير أن إجمالية صدرات مصر الزراعية بلغت أكثر من 4 ملايين طن وذلك منذ بداية يناير وحتى الثاني من سبتمبر الجاري وعلى صعيد قطاع الصناعة والتجارة أبرز التقرير تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة بلغ 8.6% وذلك خلال شهر يونيو الماضي كان هذا مجازا الواحد ظهرا من تلفزيون النهار دنتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة